موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة السادس العلمي بفرعيه الأحياء والتطبيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لكم مرة أخرى وسنكون اليوم في موضوع مشتقات وتكاملات الدوال اللغة الرتمية والأسية تعلم أن ي تساوي أسيو كلتا الدالتين التي أمامك تسمى بالدوال الأسية ما هي الدوال الأسية؟ لاحظ أن الأساس ثابت والأس متغير وأن اليو هي دالة بدلالة أكس قد تكون قيمة الإي قيمة ثابتة تقريباً اثنين وسبعة بالعشر والأي هو عدد حقيقي موجب لا يساوي واحد لكل من تلك الدالتين توجد قاعدة للإشتقاق ما هي تلك القاعدة؟ إذا كانت الواي تساوي أسيو أو إي أسيو فإن دي واي على دي أكس تساوي إي أسيو في دي يو على دي أكس كأني زرتك إلى البيت وقلت لك السلام عليكم لابد أنك ستقول عليكم السلام ورحمة الله إذن واي تساوي إي أسيو كأنها السلام عليكم دي واي على دي أكس ستعيد السلام وتضيف له أما إذا كانت الواي تساوي أي أسيو فإن المشتقة ستكون كما يلي دي واي على دي أكس أي أسيو دي يو على دي أكس في لن الأساس الحالة العامة التي أمامك هو القانون رقم اثنين هل يوجد لن الأساس في القانون رقم واحد نعم سبق وأن تعلمت في المرحلة السابقة بصورة عامة أن لوغ أي للأساس اي يساوي واحد ولأن اللن هو لوغ أساسه اي للأساس اي أي أن لن ال اي يساوي واحد فالقانون العام مشتقة أي دال الأسية هي نفسها في مشتقة الأس في لن الأساس في حالة الإي لا حاجة إلى ذكر لن الأساس لأن لن الأساس يساوي واحد سننتقل أعزائي إلى مجموعة من الأمثلة لبحث قواعد الاشتقاق إن قيل جد المشتقة للدوال التالية واي تساوي اي أس اكس تكعيب تعلمنا في القانون أن مشتقة الأي هي نفسها في مشتقة الأس إذن سوف نقول أن دي واي على دي أكس تساوي اي أس اكس تكعيب نفسها مشتقة الأس ثلاثة أكس تاربيع ستقول لي هل يمكن أن أكتب ثلاثة أكس تاربيع هنا؟ نعم ولكن للترتيب نجعل مشتقة الأس على يسار الحل وعملية الضرب كما تعلم هي عملية إبدالية إذا قيل جد المشتقة إلى الدالة واي تساوي أكس تاربيع في اي أس اكس ضرب دالتين تعلم أن مشتقة حاصر ضرب دالتين تساوي الدالة الأولى في مشتقة الثانية زائد الدالة الثانية في مشتقة الأولى إذن مباشرة دي واي على دي أكس يساوي الأولى أكس تاربيع في مشتقة الأي أس اكس هي نفسها في مشتقة الأس الواحد لا حاجة إلى ذكره الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية إي أس اكس في مشتقة الأولى إذنين أكس انتهى حل السؤال ستقول وإن كان السؤال ويساوي إي أستان ثلاثة أكس ما الفرق؟ لا فرق نهائيا مشتقة الإي هي نفسها في مشتقة الأس إذن دي واي على دي أكس يساوي نفسها إي أستان ثلاثة أكس في مشتقة الأس مشتقة التان ماذا؟ سي كان تربيع ثلاثة أكس في مشتقة الزاوية لاحظ عزيز الطالب كيف يتم ترتيب الحل نفسها في مشتقة التان مشتقة التان سي كان تربيع نفس الزاوية مشتقة الزاوية يفضل عدم كتابتها هنا لألا تفهم أن ثلاثة أكس في ثلاثة فتكتب مشتقة الزاوية على يسار الحل وإذا كان السؤال بالصورة التالية يساوي ثلاثة أسين خمسة أكس ما الفرق هنا؟ أحتاج إلى القانون الثاني والقانون الثاني إذا كانت الدالة أسية أساسها أي عدد موجب لا يساوي واحد غير الإي يجب أن يذكر مع الاشتقاق فيه لن الأساس أي أن دي واي على دي أكس يساوي نفسها ثلاثة أسين خمسة أكس في مشتقة الأس كوساين خمسة أكس في مشتقة الزاوية في لن الأساس لن الثلاثة لماذا لم أكتب اللن في الأسئلة السابقة؟ نعم أحسنتم لأن لن الإي يساوي واحد وإذا كان السؤال بالصورة التالية ويساوي سبعة أس نصف أكس لا فرق نهائيا دي واي على دي أكس تساوي نفسها سبعة أس نصف أكس في مشتقة الأس نصف في لن الأساس هو لن السبعة لابد أنك تريد أن تسألني إن كانت المشتقات بهذه القوانين فكيف ستكون قوانين التكامل؟ ابقى معي عزيز الطالب بما أن مشتقة الإي هي نفسها في مشتقة الأس سيكون تكامل إي أس يو دي يساوي نفسه بشرط وجود مشتقة الأس يجب ملاحظة هذا الفرق مشتقة الإي هي نفسها في مشتقة الأس لكن تكامل الإي هي نفسها بشرط وجود مشتقة الأس أما تكامل الأي أس يو دي يو نبحث عن مشتقة الأس وجدت مشتقة الأس سيكون القانون مقلوب لن الأساس في نفسها بشرط وجود مشتقة الأس من حقك عزيز الطالب أن تسألني ما الذي يضمن أن ناتج التكامل هو الذي أمامك؟ سوف نشتق الناتج للحصول على السؤال حاول اشتقاق هذا مشتقة الثابت في دالة يساوي الثابت في مشتقة الدالة الثابت واحد على لن أي مشتقة الدالة هي أي أس يو في دي يو على دي أكس في لن الأي عند اختصار لن الأي مع لن الأي سيظهر لك أصل التكامل تريد مني بعض الأسئلة؟ هي نفسك إلى السؤال التالي السؤال الأول تكامل إي أس خمسة أكس دي أكس ماذا قلنا؟ تكامل الإي هو نفسه ولكن بشرط وجود مشتقة الأس ما هي مشتقة الأس؟ خمسة إذن لأن الفرق عدد ثابت فيمكننا إجراء الموازنة أي أن سأعيد كتابة السؤال بالصورة التالية دي أكس أحتاج داخل التكامل خمسة وخارج التكامل واحد على خمسة ماذا عملنا؟ ضربنا بالعدد واحد أي أن قمت بالضرب بالعدد واحد والواحد هو خمسة على خمسة ما أحتاجه بقى داخل التكامل وما لا أحتاجه ذهب خارج التكامل تكامل الإي أس يو مشتقة اليو موجودة أمامك إذن سيكون الجواب واحد على خمسة إي أس خمسة أكس زائد سي فيما إذا أردنا التحقق من صحة الحل سوف نجري المشتقة على هذا الناتج للحصول على أصل السؤال تريد مني سؤال آخر تكامل أكس إي أسالب لن أكس دي أكس قبل أن أحل هذا السؤال أريد منك أن تكون معي في بعض الخواص تعلمت في العام السابق بأن إي أس لن أكس يساوي أكس وتعلمت أيضا أن لن أس بي يساوي بي لن الأي إذا ما استفدنا من هاتين الخاصيتين سوف نستطيع حل هذا السؤال إي أس لن لا يمكن أن يكون أكس لوجود السالب سوف استفيد من الخاصية الثانية لرفع السالب بالشكل التالي إذن ستكون أكس في إي أس لن أكس السالب واحد حسب الخاصية الأولى إي أس لن أكس يساوي أكس مو فقط أكس إي أس لن يو يساوي يو إذن ستبقى أكس السالب واحد ويكون الحل أكس في أكس السالب واحد دي أكس عند ضرب تجمع الأسس إذن تكامل الدي أكس ما هو تكامل الدي أكس تكامل الدي أكس يساوي أكس زائد س وإذا كان السؤال عبارة عن تكامل محدد فما يكون الفرق في الحل الحل يبقى على حاله من واحد إلى اثنيا من واحد إلى اثنيا من واحد إلى اثنيا ولكن الفرق بدلا أن نكتب زائد س سوف نجري عملية تكامل أصولية من واحد إلى اثنيا ثم نعوض مرة بدلا عن الأكس الحد الأعلى ومرة الحد الأدنى ليكون الجواب يساوي واحد عزيزي كن معي في السؤال التالي تكامل إ أستان اثناث أكس دي أكس عزيزي لو أعطيت لك هذا السؤال وتركت لك فراغا معين فيه هدية وقلت لك خذ الهدية واترك مكانها ما تشاء ثم اجري التكامل ماذا سوف تختار بهذا الفراغ ستقول لي أن تكامل الإي أسي يكون نفسه بشرط وجود مشتقة الأس إذن لا يعد هذا السؤال منهجيا إلا إذا وجد مشتقة الأس ما هو مشتقة التالي ثلاثة أكس سي كان تربيع ثلاثة أكس في ثلاثة إذا لم أذكر لك العدد ثلاثة ستقول لا إشكال نهائيا إذا كانت مشتقة الأس موجودة والاختلاف فقط عدد ثابت يمكن إجراء الموازنة كيف ستكون الموازنة أحتاج هنا ثلاثة وأحتاج خارج التكامل واحد على ثلاثة كما أسلفنا قبل قليل إذن إي أستان ثلاثة أكس دي أكس ما هو تكامل الإي ستقول لي هو نفسه بشرط وجود مشتقة الأس أصبحت مشتقة الأس متوفرة إذن هذا سيكون الديو وهذا سيكون اليو والجواب يساوي واحد على ثلاثة إي أستان ثلاثة أكس زائد سي أزيزي الطالب كن معي في مجموعة من الأسئلة ويمكن ربط كل الموضوع في هذه الأسئلة إذا أردت منك تكامل واحد واحد زائد إي أس أكس دي أكس كأني أسمعك تقول لا داعي إلى حله لأن الفكرة أصبحت واضحة تكامل الواحد أكس وتكامل الإي أس أكس إي أس أكس زائد سي إذن سوف ننتقل إلى سؤال أكثر صعوبة لو قلت لك تكامل واحد زائد إي أس أكس أس أربعة إي أس أكس دي أكس ستقول لي الأمر ما زال سهلا تعلمنا سابقا إذا وجد قوس مرفوع إلى قوة معينة ووجدت مشتقة داخل القوس خارج القوس سوف نضيف إلى الأس واحد ونقسم على الأس الجديد على أن تكون تلك القوة لا تساوي سالب واحد إذن مشتقة الواحد صفر مشتقة الإي أس أكس كذلك إي أس أكس إذن مشتقة داخل القوس موجودة خارج القوس خارج القوس سوف يحذف إذن هذا هو الديو وهذا هو اليو إذن يحافظ القوس على نفسه أضيف إلى الأس واحد أما أقول أقسم على الأس الجديد أو نضرب في مقلوب الأس الجديد وجودها نسفة الحالة الأولى وتقول لو أن الإي أس أكس موجودة خارج القوس لتتم إجراء التكامل حسب الحالة الثانية إذن لا الحالة الأولى تعمل ولا الحالة الثانية تعمل سوف نحاول التخلص من التربية عن طريق إجراء مربع الحد الثانية إذن سيكون السؤال بالصورة التالية واحد زائد إي أس أكس ضعف الأول في الثاني زائد مربع الحد الثاني دي أكس تركت الأس لي وهلة بسيطة ماذا تتوقع أن يكون مربع الحد الثاني هل هو إي أس أكس تربيع أم إي أس أثنيا أكس لابد أنك تقول لي إي أس أثنيا أكس والسبب مربع الحد الثاني تعني إي أس أكس الكل تربيع وعند الرفع تضرب الأسس إذن إي أس أثنيا أكس سنرجع معكم لإكمال التكامل تكامل الواحد يساوي أكس تكامل الثابت في دالة يساوي الثابت في تكامل الدالة تكامل الإي أس أكس إي أس أكس زائد تكامل إي أس ثنيا أكس اتفقنا قبل قليل أن تكامل الإي نفسها بشرط وجود مشتقة الأس ما هي مشتقة الأس مشتقة الأس ثنيا إذن أحتاج إلى اثنيا داخل التكامل سوف تفنى وأحتاج إلى نصف خارج التكامل سوف تبقى إذن إي أس ثنيا أكس زائد سي ستقول لي هل يوجد سؤال ربما يكون أكثر صعوبة فكر معي عزيزي الطالب في السؤال السابق ماذا لو قيل إي أس أكس على واحد زائد إي أس أكس دي أكس لو كان المقام مرفوع إلى قوة أربعة على سبيل المثال ستقول سوف نحول المقام إلى البسط ومشتقة داخل القوس موجودة خارج القوس ونجري التكامل كما مر سابقا ولكن على حاله ماذا سيكون التكامل ستقول لي أن كل المقامات لها صلاحية أن تصعد إلى البسط إلا إذا كانت قوة المقام واحد ربما يكون ناتج التكامل متى يكون ناتج التكامل إذا تحقق الشرطين معا إذا كانت قوة المقام واحد وكانت مشتقة المقام موجودة في البسط إذن قوة المقام واحد مشتقة المقام موجودة في البسط مباشرة الجواب يساوي للمطلق المقام زائد سي إذن قوة القوس أس واحد وكانت مشتقة المقام موجودة في البسط عزيزي طالب سوف ننتقل إلى السؤال الثامن وحاول إجراء التكامل التالي خمسة أس جذر أكس على جذر أكس دي أكس نحتاج إلى هذا القانون تكامل الأي أس يو يساوي مقلوب للأساس في نفسه بشرط وجود مشتقة الأس إذن أول ما نقوم التفكير به هو تأمين وجود مشتقة الأس ماذا يمكن كتابة هذا السؤال خمسة أس جذر أكس في واحد على جذر أكس دي أكس مشتقة الجذر أكس واحد على اثنيا جذر أكس مشتقة داخل الجذر على اثنيا في الجذر نفسه إذن أحتاج نصف داخل التكامل وأحتاج اثنيا خارج التكامل الآن تم تأمين مشتقة الأس ماذا يقول القانون يقول اثنيا هادي ما الموازنة مقلوب لن الأساس في نفسه بشرط وجود مشتقة الأس خمسة أس جذر أكس زائد سين ما رأيكم أعزائي لو أترك لكم سؤالا واجبا وحاول أن تفكر به واحد على واحد زائد إي أس أكس لاحظ أن قوة المقام واحد لكن مشتقة المقام غير موجودة في البسط حاول أن تفكر بأسلوب الحل لا تنسى استخراج عامل مشترك عند دخولك في مأزق أعزائي الطلاب أبعد الله عنكم كل مأزق نتمنى لكم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة